خربطت مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية حسابات الاحتلال ومنعته يستفرد بشمال الضفة كيف قدرت الخليل تعمل هاك؟ الخليل هي اكبر محافظة بالضفة واخر واحدة لميلة الجنوب بس وضع بيختلف عن محافظات الشمال بقلب الخليل فيه مستوطنات اسرائيلية موزعة بشكل بيقسم المحافظة لجزر صغيرة منفصلة عن بعضها بسبب الطرق الاستيطانية بالتالي بعيش بالخليل مستوطنين بيتنقلوا بين الفلسطينيين ومعهم جنود اسرائيليين لحمايتهم هالواقع بيسهل استهداف مستوطنين او جنود وبيشكل مصدر قلق للاحتلال رغم انه بالفترة الاخيرة ما كان فيه زهور علنة لفصائل مسلحة يوم الجمعة نفذت حركة حماس عملية مزدوجة وتبنتها اليوم تنين محمد مرأة وزهدي ابو عفيفة فجروا بنفس اللحظة سيارتان مفخختان مستوطنة جوش عطسيون ومستوطنة كرمي تسومي بشمال الخليل نصاب عدد من المستوطنين والجنود بينهم قائد لواء جوش عطسيون واستشهدوا محمد وزهدي بعدها بيومين نفذ مهند العسود عملية فردية بالخليل من سيارته وقبل حاجز تركوميا بشوي قوس مهند 11 رصاصة بس وقتل 3 عناصر شرطة وقدر ينسحب ويحتمى ببيت فاضي بعيدة عن المدنيين قبل ما تصلوا قوات الاحتلال اشتبك معه لحاله واستشهد وتبين بعدين انه مهند كان عنصر بجهاز حرس رئيس السلطة واستقال بال2015 هالعمليات الثلاثة رجعوا الخليل على خريطة المواجهة مثل ما كانت بوقت الانتفاضة التانية يعني مرت فترات في انتفاض الانتفاضة الاقصى الثانية يعني بدت الحرب وكأنها تدور بين الخليل والاحتلال يعني الخليل تضرب والاحتلال يضرب وكانت رأس الحربة في المقاومة ضد الاحتلال وقتها تكلت حماس على العمليات الاستشهادية وكان للخليل الحصة الأكبر منها عملية قتلت عشرين إسرائيلي بقاب 2004 وعملية قتلت سبعة عشر إسرائيلي بقاب 2005 بين الانتفاضة والطفان بقيت عمليات فردية تنطلق من الخليل ولو بشكل متقطع لحد ما خربطت الخليل اليوم حسابات الاحتلال للضفة ترجمة نانسي قنقر